ويوصلها إلى مدينة عكة في هذه الرحلة المذكورة كان مطلوب منه أن يوصل ثلاث أكياس مملوئة بألف دينار ذهبي ومن المعروف أن معدن الذهب ثقيل ويزن فكان المبلغ جدا كبير وثقيل وكان يوجد معه أيضا بعض الرسائل كلمة شدة على وسطه معناها ربط شدة معناها ربط على وسطه ألف دينار وكانوا أهل عكة محاصرين وينتظرون من يأتي لهم بهذه الأمانة سبح في البحر وانتظره أهل عكة طويلا طويلا لكنه لم يأتي بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكة ميتا للأسف ميتا ولكن فوجئوا أن على وسطه الذهب والرسائل لقد أدى هذه الأمانة حيا وميتا سبحان الله الفكرة الرئيسية من هذا النص أن عيسى العوام تمسك بأداء الأمانة حتى لو كلفه ذلك حياته فينبغي أن نتمسك بالأخلاق الحميدة مثل الصدق والأمانة مثل هذا العربي